ترجمة نانسي قنقر والله الحيبية هي فرصة لنا لنعلم عيالنا عدة أشياء يعني هي دروس اقتصادية ودروس اجتماعية ودروس تربوية بالإضافة إلى أيضا معاني الدين يعني بما أن الحاج بالنسبة للكبار فريضا من أن يروح الإنسان الحاج ويسوي الأضحية الطفل الصغير لما نعوده شلون من يوم هو صغير يقعد يعني يحط الحبوب والسماد ويحط الماء وكل يوم يتشوف يبتهج يعني الاتصال بالأرض يبتهج وهو يطالع الحية بيه والزرع يكبر فشلون أقب ما يكبر الزرع ويتعلق بالحية يصير عنده نوع من الارتباط فعزيزة عليها صير أنه يروح يرميه في البحر هنا يصير التربوية أنه سوه خير وقطه في البحر يعني موش يسأل عليها عمره خمسة سنين ست سنين أنه يروح بقطحيته في البحر فهذه إحنا نعوده يعني شلون هو أنه يخسر أشياء يعني ساعات يحبها يعني أشياء أكبر حتى لا يعني أشياء يحبها لو كان مثلا توفع عزيز عليه أحد ولا شي شوف شلون الدرس العميق أن الحياة دورة الحياة تستمر فإن هذه الحية لما إحنا نزرعها ونربيها وبعدين نقطها في البحر إحنا نغذي الأسماك وإحنا البذور الله يعلم البذور اللي فيها ممكن أن تنتشر بعد وتزرع في أماكن أخرى كل هذه التربية وبعدين إحنا يعني لها علاقة أيضا بالحياة الاجتماعية لما يلبس الطفل الثياب الوطنية التقليدية ويروح عند البحر ويروحون الأهل معاه حتى يعني شلون الاقتصاد إننا إحنا كنا وإحنا صغار إننا شيبون يعلب ما للأناناس أو كذا أو القفة المصنوعة من سعف النقيل شلون الطفل يصنع بروحها هذه تربية على الاقتصاد شلون أنت يعني تاكل من خيرات الأرض بيدك نتحدث أيضا عن توظيف الإعلام في يعني غرس مثل هذه المفاهيم الوطنية التي نستمدها من تراثنا الأصير طبعا يعني بما كانت من عيالي ومن الإعلاميين إن شاء الله القديرين اللي يلازم يفكرون إن الإعلام مو فقط من يعرف يكتب واللي يعرف يتكلم الإعلام كلها استراتيجي وتنموي وثقافي الإعلام مو فقط بوق لنشر الأخبار الحزينة ولا الأخبار الجيدة إنه هناك توصيل القيم فهذه هو وظيفة الإعلام إن شلون العادات القديمة مثل الحيبية مثل المعايد شلون توزيع الأطفال عليهم مثلا العيادي عشان أن الطفل عنده فرصة إنه يشتري الشيء اللي يحبه يعني إحنا ما مثل الكريسمس الأديان الأخرى مثلا نعطي هدية يمكن هو ما تعجبه هذه إحنا عندنا يعني اقتصاد أيضا في علاقاتنا إنه نعطي الطفل إنه يشتري الأشياء أيام مع هالفلوس ويروح يشتري بها يعني صجم مو من العيد يعني من أجل الفلوس بس هذه الفرحة بعدين حتى اللي يعني ما عنده مبالق كثير يعطي مثلا خمس دينار وذي حتى لو يعطي يعني نص دينار المهم إنه هذه زكاة تزكية للنفس فإحنا يعني في هذه كأعلاميين إشلون أن طلعنا هذه العادات كلها اللي عندنا يعني الأضحية الحية بيا يحية بيا راحة حية مثل يا حيتي يقولون حجيبي كأن هذا تقديم لله سبحانه وتعالى أنه مثل ما تقدم للأضحية تقدم لها الزرع يعني كل هذه دروس تربوية ووطنية من تراتنا شكرا لك يا الدكتورة هدى المطاوعة خبيرة الإعلام التنموي والاستراتيجي على توجدك معنا في استداءة مركز الأخبار شكرا لك يا الدكتورة هدى المطاوعة خبيرة الإعلام التنموي والاستراتيجي شكرا لك يا الدكتورة هدى المطاوعة خبيرة الإعلام التنموي والاستراتيجي موسيقى